السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عزائي الطلاب طلاب الصف الثالث السانوي علمي في مدرسة أوريانت الافتراضية نضع بين يديكم درسا جديدا من دروس مادة الرياضيات ونأمل من الله عز وجل أن تستفيدوا مما سنقدمه لكم في هذا الدرس إن شاء الله عزائي الطلاب استعرضنا في الدرس السابق بعض التمارين على تطبيقات ضعف ومضاعفات الزوايا بدلالة الزوايا ذاته وكذلك تطبيقات نصف الزاوية بدلالة الزاوية وسنكمل في هذا الدرس إن شاء الله بعض التمارين المختلفة حول هذه الفقرة التمارين الأول في هذا الدرس اختصر المقادير التالية 2 جا سين على 2 جتا سين على 2 2 جتا مربع 2 سين ناقص 1 المقدار الثالث 1 على 2 ناقص جا مربع سين على 2 المقدار الرابع جا سين جتا سين قبل البدء بالحل نتذكر ما هي قوانين الزاوية بدلالة نصفة جا تتا تساوي 2 جا تتا على 2 جتا تتا على 2 أي جا أي زاوية يساوي 2 بجا نصة في جتا نصة أيضا جتا الزاوية يساوي جتا مربع نصفة ناقص جا مربع نصفة أيضا لها شكل ثاني لجتا الزاوية تساوي 2 جتا مربع نصفة ناقص 1 أيضا بدلالة جا هي 1 ناقص 2 جا مربع نصف الزاوية أي نستطيع أن نقول أن جتا الزاوية لها 3 مقادير المقدار الأول جتا مربع نصفة ناقص جا مربع نصفة والمقدار الثاني 2 جتا مربع نصفة ناقص 1 والمقدار الثالث اللي 1 ناقص 2 جا مربع نصفة بينما زا الزاوية بدلالة نصفة هي تساوي 2 زا نصفة على 1 ناقص زا مربع نصف الزاوية أولا المقدار الأولي هو 2 جا سين على 2 جا سين على 2 نلاحظ أنها هي عبارة عن دستور جا ضعفي الزاوية ضعفي سين على 2 أي سين أي أنها 2 جا سين على 2 جا سين على 2 تساوي جا سين أيضا المقدار الثاني 2 جا مربع 2 سين ناقص 1 هي عبارة عن دستور جا ضعفي الزاوية جا ضعفي اتنين سين أي جا الاربسين جا ضعفي اتنين سين اللي هي جا أربسين أيضا المقدار الثالث اللي هو 1 على 2 ناقص جا مربع سين على 2 بتوحيد المقامات يعني جا مربع سين على 2 تصبح 2 على 2 جا مربع سين على 2 وبالتالي 1 ناقص 2 جا مربع سين على 2 والكل على 2 نلاحظ أنها في البسط 1 ناقص 2 جا مربع سين على 2 هي عبارة عن جا ضعفي الزاوية ضعفي سين على 2 أي سين وبالتالي في البسط تساوي جا السين والكل على 2 بينما المقدار الرابع اللي هو جا سين جا سين إذا ضربنا وقسمنا على 2 تصبح من الشكل نصف 2 جا سين جا سين 2 على 2 واحد وبالتالي نفس المقدار نلاحظ أنها 2 جا سين جا سين هي عبارة عن جا ضعفي الزاوية أي جا 2 سين مضروبه في النصف وبالتالي جا سين جا سين تساوي نصف جا 2 سين وهو المطلوب في هذا التمرين التمرين الثاني في هذا الدرس أوجد النادج بدلالة الجزور الصم المقدار الأول 2 جا 15 درجة جتها 15 درجة المقدار الثاني B اللي هو 2 جتها مربع 15 درجة ناقص 1 المقدار الثالث اللي هو جيم 2 جا 75 درجة بجتها 75 درجة المقدار الرابع 2 زا 22 ونصف درجة على 1 ناقص زا مربع 22 ونصف درجة أولا 2 جا 15 جتها 15 نلاحظ أنها 2 جا 15 جتها 15 هي عبارة عن جا ضعفي الزاوية ضعفي الزاوية أي جا 2 بـ 15 2 في 15 هي 30 وجا 30 تساوي النص أي أنه 2 جا 15 درجة جتها 15 درجة يساوي النص المقدار الثالث اللي هو 2 جتها مربع 15 درجة ناقص 1 وهذا من الشكل 2 جتها مربع c ناقص 1 اللي هو جتها ضعفي الزاوية ضعفي الزاوية الخمسطعش أي 2 بـ 15 اللي هي 30 درجة أي أن جتها 2 جتها مربع 15 ناقص 1 تساوي جتها 30 درجة وجتها 30 درجة يساوي جزر الثلاثة حتنين أي أن 2 جتة مربع 15 ناقص 1 تساوي جزر 3 على 2 المقدار الثالث 2 جاء 75 درجة بجتة 75 درجة مثل التمرين الأول جاء ضعفي الزاوية جاء 275 جاء ضعفي الزاوية 75 وزاوية 150 تقع في الربع الثاني وزاوية الحد الأساسية 180 ناقص 150 يساوي 30 درجة أي أن جاء 180 ناقص 150 تساوي جاء 30 جاء 30 كما نعلمل هي نص أي أن 2 جاء 75 في جتة 75 تساوي النص بينما التمرين الرابع أو الطلب الرابع 2 زاوية 22.5 درجة على 1 ناقص زاوية 22.5 درجة هي من الشكل 2 بزاوية 70 على 1 ناقص زاوية مربع سين اللي تساوي زاوية ضعفي سين أي ضعفي الزاوية 22.5 وبالتالي زا 2 بـ 22.5 اللي هي 45 درجة وكمان علامة زا 45 درجة تساوي الواحد أي أن 2 زا 22.5 على 1 ناقص زا مربع 22.5 تساوي الواحد وهو المطلوب في هذا التمرين التمرين آخر في هذا الدرس أيضا أوجد الناتج بدلالة الجزور الصم المقدار الأول هو جتة مربع 22.5 ناقص جاء مربع 22.5 المقدار الثاني اللي هو زا 12.5 درجة على 1 ناقص زا مربع 12.5 درجة المقدار الأول اللي هو جتة مربع 22.5 ناقص جاء مربع 22.5 درجة هو الشكل الأول من قانون جتة ضعفي الزاوية جتة 2 سين يساوي جتة مربع سين ناقص جاء مربع سين أي أن هذا المقدار هو جتة ضعفي الزاوية جتة ضعفي 22.5 جتة 2 ب 22.5 اللي هي جتة 45 وكما نعلم جتة 45 درجة تساوي جزر 2 على 2 أي أن جتة مربع 22.5 ناقص جاء مربع 22.5 يساوي جزر 2 على 2 بينما المقدار الثاني اللي هو زا 12.5 درجة على 1 ناقص جاء مربع 12.5 نلاحظ إذا ضربنا البسط المقام ب2 فهي تصبح من الشكل نص في 2 جاء مربع 12.5 درجة على 1 ناقص جاء مربع 12.5 نلاحظ أصبحت من الشكل 2 جاء سين على 1 ناقص جاء مربع سين وتساوي جاء 2 جاء ضعفي الزاوية أي جاء ضعفي 12.5 وبالتالي نصف مضروبة في ضعفي المية و 12.5 2 في 12.5 درجة تساوي ميتين وخمسة وعشرين وبالتالي تساوي نصف في ضع الميتين وخمسة وعشرين درجة نلاحظ أن الميتين وخمسة وعشرين درجة تقع في الربع الثالث أي محصولة بين المية وثمانين والميتين وسبعين درجة وبالتالي في الربع الثالث وبالتالي زا هذه الزاوية تساوي زا زاوية الحد الأساسية اللي هي 125 ناقص 180 وبالتالي تساوي نصف في زا 225 ناقص 180 وتساوي 45 أي أن هذا المقدار يساوي نصف في زا 45 درجة وزا 45 درجة تساوي الواحد وبالتالي نصف في واحد تساوي نصف أي أن زا 112 ونصف درجة على واحد ناقص زا مربع 112 ونصف درجة تساوي النصف وهو المطلوب أيضا في هذا التمرين تمرين آخر في هذا الدرس إذا كان جا ألف يساوي أربع على خمسة وألف زاوي حادة فأوجد قيمة كل من أولا جتا ألف زا ألف جا تنين ألف جتا تنين ألف زا تنين ألف أولا بما أن معطى جا ألف تساوي قيمة وبالتالي حسب المسلس القائم بحيث يكون المقابل للزاوي ألف هو الأربع والوطر يساوي الخمسة برسم هذا المسلس الزاوي ألف الحادة المقابل أربع والوطر خمسة وبالتالي المجاور حسب يساوي ثلاثة وبما أن الزاوي ألف حادة فإن جتا ألف والزا ألف جميعها موجبة الزاوي الحادة أي في الربع الأول جميع النسب المثلثية هي موجبة وبالتالي جتا ألف تساوي المجاور على الوطر وتساوي ثلاثة على خمسة بينما زا ألف تساوي المقابل على المجاور وبالتالي تساوي أربع على الثلاثة أي أن جتا الألف تساوي ثلاثة على خمسة وزا ألف تساوي أربع على خمسة بينما جا ألف كما هي معطاة أربع على خمسة الآن لحساب جا 2 ألف و جا 2 ألف و جا 2 ألف و زا 2 ألف أي ضعفي الزاوية عن طريق الدساتير المطاط أو كما تعلمناها وبالتالي بما أن جا ألف يساوي 4 على 5 و جا 3 على 5 و زا ألف 4 على 3 أولا نحسب جا 2 ألف جا 2 ألف هو يساوي 2 جا ألف في جا ألف جا ضعفي الزاوية وساوي 2 جا الزاوية جا الزاوية دستور ضعف الزاوية وبالتالي بالتعويض جا ألف اللي هي 4 على 5 و جا ألف تساوي 3 على 5 وبالتالي 2 ب 4 على 5 ضرب 3 على 5 تساوي 3 ضرب 2 و 12 في 2 24 على 5 في 5 25 وبالتالي جا 2 ألف تساوي 24 على 25 بينما جا 2 ألف كما نعلم هي الشكل الأول لقانون ضعفي الزاوية بالتعويض بدل وبدل جا ألف وبالتالي 3 على 5 للتربيع ناقص 4 على 5 للتربيع 3 على 5 للتربيع 9 على 25 4 على 5 للتربيع المقام مشترك 9 ناقص 16 ناقص 7 على 25 أي أن جاة 2000 تساوي ناقص 7 على 25 بينما زا 2000 2 زا ألف على 1 ناقص زا مربع ألف بالتالي بالتعويض بدل زا ألف بـ 4 على 3 والتالي تصبح 2 بـ 4 على 3 على 1 ناقص 4 على 3 للتربيع في البسط 2 في 4 اللي هو 8 على 3 بينما في المقام مربع الأربع هلي هو 16 على مربع 3 9 16 على 9 والواحد اللي هي 9 على 9 بعد توحد المقامات بالتالي تصبح في المقام 9 ناقص 16 على 9 وبالتالي ناقص 7 على 9 في المقام ناقص 7 بعيدة وبعيدة 9 في 8 اللي هي 72 على ناقص 7 بالتلاتة ناقص 21 وبالتالي 72 على 21 بالقيمة السالبة بعد الاختصار على 3 تصبح ناقص أو سالب 24 على 7 أي أن زا 2 ألف يساوي سالب 24 على 7 وهو المطلوب في هذا التمرين عزيزي الطلاب بهذا التمرين نكونوا قد أنهينا درسنا لهذا اليوم نأمل من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم إلى درس جديد إن شاء الله دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته